بسم الله الرحمن الرحيم اهلا معكم معكم مستر احمد الباشا وان شاء الله هنبدأ مع بعض لسن جديد وهو لسن نمبر 8 في اللسن ده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن اكتيفتي مهم وهو بيتكلم عن حاجة اسمها بيكس بيكس يعني المنقار او اللي هي البق بتاع الانيمال فتعالوا نشوف كده يقولي هنا different birds have many different types of beaks يقولي look at the pictures and learn about types of beaks وفكر في معنى البيكس بيقولي هنا spoon peak في بعض الانيمال عندها تخيل بيك شبه ال spoon شبه المعلقة كده تحس ان هي حكا كده كده كبيرة they look like spoon وفي scissor peak في scissor peak شبه المقص بص بص البغوغان عامل ازاي وبص يا واو دي شكلها شديرة جدا شبه الايه شبه scissor شبه المقص لانها بتقطع الايه بتقطع الايه الجسم بتاع الفريسة وفي بعض البيكس اسمها twitter peaks twitter peaks look like twitter زي الملقاط رفيع قوي قدام كده وفي كلوذ spoon peak اللي هي ايه اللي هي شكلها اعمل كده ايه بتبقى صغنانة كده ماشي في اكتيفتي عندنا بيقولي peak investigation يعني هنعمل اكتيفتي ان احنا هنجيب plastic spoon وهنجيب tweezer وهنجيب كلوذ spoon شبه المشبك كده وهنجيب scissor وهنجيب paper cup وهنجيب tray يعني ايه صناية كده مين اللي يقدر ان هو يمسك اغلب انواع الاكل انا شخصيا اتوقع scissor سوري التويزر اللي هو الملقاط يعني بس تعالي نعمل اكتيفتي بيقولي هنا hold the plastic spoon start to baking them للفود and try deposit the collected item in the cup اللي هي الايه bird stomach يعني هو بيقصده هنا ان ابتدي امسك الايه كل مرة الحاجات اللي على الترابيزة دي انواع الاكل المختلفة دي انواع الاكل المختلفة دي او انواع التجارب المختلفة دي حاول تعملها كل مرة بكل حاجة يعني مثلا اللي سبون تعالي هات اللي سبون وهات ال paper clip وشوف لو هتعرف تمسكها ولا تاهمني لو هتعرف تمسكها ماشي اعمل صح ماشي وهكذا يعني لو انت هتقدر تمسكها وشوف مين اللي هيقدر ان هو يمسك الحاجات اكتر فبيقولي هنا big type beast adapted to different food type يعني بعد ما تعمل اكتفتي دي قولي مين انسب واحد التويزر مثلا والبيك تايبز اتليست اقل واحد هيبقى مثلا اللي سبون ماشي فعموما هو اكتفتي يعني هدفه الاساسي الاساسي جدا انك انت تعرف different types of peaks وعاوزك تدخل على الويب او تدخل على جوجل مثلا وتكتب search to know تكتب كده types of peaks انواع ال peaks او scissor peak او تكتب كل واحدة في دول تكتب مثلا التويزر peak وتشوف انواع الانيمال المختلفة او انواع الpearls المختلفة اللي بتقدر نهيه تاكل بيه استخدام ال peak باتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق كنت معاكم مستر احمد الباشا باي باي ترجمة نانسي قنقر